بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بألف خير أعزائي الطلبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركة نتابع في مادة إلكترونيات واحد ومادة النبائط والدوائر الإلكترونية في المحاضرات السابقة كنا قمنا بما هو كما تعلمون قمنا بتحليل الدوائر DC Analysis بمحاضرة اليوم نحن ننتقل إلى شابتر جديد من خلاله نعمل على تحليل الدوائر الإلكترونية كAC Analysis من أهم وأبسط الدوائر التي يمكن أو من أهم وأبسط الأبليكيشن التي يمكن أن نقوم بها على دوائر الترانزيستور اللي هي زي ما كنا ذكرنا سابقا دوائر الأمبليفير فهذه نبدأ اليوم بالباسيك بايبلر جنكشن أمبليفير طبعا هنا الأمبليكيشن 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 طبعا هنا اللي أنا بدي أوصل لك هي أنه دائرة الأمبليفير هي عبارة عن دائرة دائما الأمبليفير تباح إلها بيكون أكبر من قيمة الإمبوت إلها وبنفس الوقت بتكون الإشارة معكوسة وبتكون الإشارة معكوسة من أهم الدوائر أو من أهم التطبيقات على دائرة الأمبليفير اللي هي طبعا أكيد معروفة في مجال الكميشن ورح نشوف أنه هاي الدائرة اللي أمامنا هي عبارة عن بلوك ديجرام of a compact disk player system طبعا نتخيل هاي الدائرة اللي عندنا هذا الأمبليفير الأمبليفير بحاجة إلى DC voltage source حتى يعمل لي بايسنج لا الأمبليفير وبحاجة إلى signal source اللي هو عبارة عن اللي يمثل للAC signal طبعا كلاهما رح يخوروا على دائرات اللاود سبيكر حتى أنه نسمع على الطرف الثاني لأنه من أهم تطبيقات دوائر الأمبليفير اللي هي تكبير إشارة الصوت زي ما أنتم شايفين أنا عندي signal source عبارة عن cd player بيكون عبارة عن low signal power بدخل على دائرة الأمبليفير اللي أصلا بتكون معمولة لها بايسنج عن طريق DC power فلطيني high signal power على اللاود سبيكر بعد هيك رح نشوف الأشياء اللي احنا بدنا إياها واللي زي ما أنتم شايفين هي بتمثلي دوائر الترانزيستور طبعا حتى نقدر نحلل AC analysis لازم نتعرف على إشي اسمه small signal hybrid by equivalent circuit of a bipolar junction transistor فلو أخذنا بالدائرة هاي عبارة عن ترانزيستور من النوع NPN bipolar junction transistor واللي احنا أصلا منعرف أنه أطرافه collector emitter base ومنعرف أنه عنده على input فرق جهد VBE وعلى output فرق جهد VCE وعنده تيار i-base وكل اكتر داخلاته تيار i-emitter خارج إذن هذا عبارة عن bipolar junction transistor as a small signal to port network الآن الإكوفيلانت سيركيت إلو بالPi Parameters هي عبارة عن بين طرفين ال-input أنا في عندي مقاومة مقدارها R-Bi هاي ال-R-Bi إذا ضربتها بال-I-Bi بال-I-base تنطيني فرق جهد مقداره V-Bi وفرق جهد V-Bi يساوي قيمة ال-V-Bi إذن دائما أنا بهمني ال-input voltage واللي هو رح يمثل عندي بقيمة ال-V-Bi واللي تساوي ال-V-Bi واللي هو عبارة زي ما حكيت ال-I-base ضرب ال-R-Bi بينما ال-output كثل ما بتعرفونه دائرة الترانزيستور دائما ال-output بيكون على شكل constant current source والcurrent source هو عبارة عن عندي قيمة GMV-Bi إذن معناته هذا شو ما له هو عبارة عن dependent current source يحتمد على قيمة ال-V-Bi وفرق الجهد على طرفي الترانزيستور ال-V-C-E هو يمثل لقيمة هاي الدائرة هي عبارة عن small signal hybrid pi equivalent circuit رح نلاحظ انه هاي الدائرة هي الدائرة المكافئة لها الدائرة هاي بس بايش باستخدام ال-hybrid pi equivalent circuit رح نلاحظ انه هون ظهر معنا ثلاث أشياء جديدة أو خنا نحكي شيئين جديدي والشيئ الثالث بعدين رح نحكي عنه الشيئين الجديدات اللي هي قيمة ال-R-Bi واللي هي عبارة عن يتم حسابها عن طريق قانون beta VT على ICQ البيتا معروف شو هي ال-VT هي عبارة عن thermal voltage ومقداره 26 ميلي فولت وال-ICQ هي عبارة عن collector current النادج عن VCC أي عن DC voltage ال-R-O رح نحكي عنها بعد شوية الآن هاي الدائرة اللي عندنا لو شفنا أخذنا مثال بالشكل التالي هذا المثال هو عبارة عن دائرة تمثلي اللي هي عندي دائرة تمثلي NPN transistor مأثر عليه بـ two voltages اللي هو VS والVBB وهون عندي RC طبعا الانتقال من السيركت العادية إلى ال-AC سيركت كالعادي بتعرفوا أنه أنا لما بدي حلل DC معناته بعمل كل ال-AC sources وبحلل لما بدي عمل AC analysis معناته بعمل كل ال-DC sources ومن ثم بحلل إذن الخطوة الأولى طبعا إذا كان معطيني DC parameters إذا ما كان معطيني DC parameters معناته بعمل كل ال-AC وبحلل DC فبوجد قيمة IC وبوجد قيمة IB وبقيمة VCE بعد هيك شو بعمل كSuperposition بعمل كل ال-DC sources وبرجع ال-AC sources فبتطلع معاي الدائرة اللي بالشكل التالي واللي هي عبارة عن ال-AC equivalent circuit يعني بمعنى آخر short circuit with the ground بعد هيك برسم اللي هي الدائرة المكافئة للترانزستور واللي كانت اللي هي عبارة عن موضحة بالدائرة اللي سبقتها اللي هي بنفس الصفحة ولكن الدائرة الأعلى وبدمج الدائرتين إذن أول شي برسم ال-A equivalent circuit اللي هي ال-AC عن طريق إني أعمل DC sources 0 فبصفي عندي فقط ال-AC sources الآن برسم ال-A equivalent circuit للترانزستور وبعدين بوصل للبقية الباقي فبلاحظ إنه طرف ال-Base عنده RB وVS طرف ال-Collector عنده RC ونفس الرسم الداخلية للترانزستور واللي هي عبارة عن R-BY وGMV BY إذن هاي الرسم هي أصبحت عبارة عن Small Signal Hybrid Pai Models of NPN Pipolar Junction ترانزستور الآن هاي الرسم اللي عندي باجي بعملي لها The Small Signal Voltage Gain أول شي بدأحسب لها اللي هو معامل تكبير الفرق الجهد فبلاحظ إنه بشكل عام معامل تكبير فرق الجهد وعبارة عن V-Output على V-S حتى نوجد قيمة V-Output بنرجع على Output Loop فبنعمل Loop على Output Circuit فبلاحظ إنه Output Circuit فيها فقط اللي هي عبارة عن قيمة RC واللي بيمر فيها تيار IC واللي بيساوي قيمة GM V-Buy ولكن باتجاه عكسي إذن رح تصير عندي ناقص GM V-Buy في R-C الآن بنحسب قيمة GM من خلال القانون اللي حكينا عنه قبل شوي واللي هو ICQ على V-T وبعد ذلك طبعا بنوجد قيمة V-Buy حتى نعوض بالمعادلة فبنجي للإمبوت سكشن حتى نوجد قيمة V-Buy بنعمل عندي لوب أو باستخدم مباشرة النظرية الفولت فبتصبح عندي قيمة V-Buy هي عبارة عن V-S مضروبة بالR-Buy مقسومة على R-Buy زائد R-B بأخذ قيمة V-Buy وقيمة GM وبعوضهم بالمعادلة هاي فتصبح المعادلة V-Out بتساوي ناقص GM V-S ضرب R-Buy على R-Buy زائد R-B ضرب R-C بقسم طرفي المعادلة على V-S حتى أحصل على اللي هي V-Out تبت على V-S حتى أجد أن قيمة AV تساوي ناقص GM R-C ضرب R-Buy على R-Buy زائد R-B الآن الـ Small Signal Current Gain بالإضافة للVoltage Gain في عندي أيضا Current Gain واللي هو أنا كنت بعرف أنه لـ DC Analysis كان Current Gain مقدار وBeta وكان يساوي قيمة IC على IB ونفس الشيء هنا رح ألاحظ أنه بالنسبة لدائرة Small Signal Analysis أيضا رح ألاحظ أنه قيمة الBeta هي عبارة عن IC على IB فلو جيت بدأ أطلع قيمة IC من المعادلة هاي رح ألاحظ أنه قيمة هي GM V بتطلع قيمة من المعادلة هاي فلوح ألاحظ أنه هو V على R إذن AI تساوي IC على IB وتساوي GM V على V على R V بتروح مع V بيصفي عندي GM R B GM هي IC Q على V T و R هي Beta V T على IC Q بختصر V T مع V T IC Q مع قيمة ال Beta إذن بوجد اللي هي قيمة Beta للعلاقة اللي عندي نيجي الآن نأخذ مثال على اللي هي الكلام اللي احنا حكينا بخصوص دائرة أو بخصوص عملية ال AC Analysis المثال بحكينا Calculate the small signal voltage gain of bipolar junction transistor circuit shown in figure إذن عندي هالدائرة هاي وفيها على ال input AC وDC وطبعا هي مستخدمية للترانزيستور النوع ال NPN transistor وماخذ اللي هي قيمة V output على طرف ال collector طبعا هون نرجع نشوف بقول لنا VPE on point seven البتا 100 وقيمة thermal voltage 26 ميلي volt طبعا زي ما انتو شايفين هون لازم اول خطوة اعمل DC analysis حتى اوجد قيم اللي هي characteristics of the transistor اذا معناته بعمل اللي هو V source ال AC source بعمله zero zero معناته short circuit اذا تتبقى الدائرة عندي بالشكل التالي فباجي بعمل اللي هو input loop وبوجد انه قيمة ال input loop هي عبارة عن VBB تساوي IB في RB زي قيمة VBE من هون بوجد قيمة IB اللي هي VBB ناقص VBE على RB اذا 1 و2 بال 10 ناقص المهم باجي انه قيمة IB 10 micro فرد 10 micro امبير سوري 10 micro امبير الان باجي اوجد قيمة IC فبلاحظ انه IC هي beta IB اذا بضرب 100 ضرب 10 في 10 قوة 6 بتنطيني 1 ميلي امبير بكتب معادلة output loop فبجد انه قيمة VCC تساوي IC في RC زاد قيمة VCE وهنا قيمة VCE رح تطلع معي VCC IC في RC هون بالجزء الاول من الحل بوجد اللي هي عناصر characteristics of the transistor وحكيت انه اهم خطوة بالعملية هي kill the AC voltage source اذا يجب التخلص من AC voltage source باني اعتبر قيمته تساوي صفر بعد ما وجدت استخدمهم في ايجاد قيمة R Bi وقيمة GM الان بنتقل اني ارسم Small Signal Equivalent Hybrid Bi Circuit زي ما حكينا بنرسم دائرة الترانزيستور اللي هي عبارة عن R Bi GM V Bi ال current source وبرجع بوصل قيمة R Bi وال AC voltage source وبكون عملت DC voltage source اللي هي zeros وبوصل RC الان Small Signal Hybrid Bi Parameters واللي هم عندي هنا قيمتين R Bi وال GM فبلاحظ انه R Bi Beta V T على IC Q فبتطلع 62 بال 10 GM هي IC Q على V T فبتطلع 38 5 بال 10 بعد هيك Do the Small Signal to find the voltage gain اذا AV رح تساوي V output على VS بالنسبة للدائرة هاي قيمة V Output زي ما حكينا انه انا بدعم Output Loop فبلاحظ انه الاتجاه التيار عكسي اذا هي V Output تساوي IC في RC وال IC يساوي GM V Bi اذا معناته ناقص GM V Bi RC بلاحظ انه عندي فيه مقاومتين وفيه عندي فرق جهد اذا V Divider معناته V Bi تساوي VS مضروبة بالR Bi على R Bi زائد RS بحسب وبعوض فبجد انه قيمة Voltage Gain ناقص 11 و4 بال10 وما في عندي وحدة لانه انت قاعد بتقسم Volt على Volt طبعا الخطوات المهمة في هاي المرحلة هو التعرف على كيفية الانتقال من Complex Circuit اللي كانت بتحتوي DC وAC Voltage Source الى في المرة الاولى بعمل AC Source 0 اي Short Circuit وبحل DC بطلع characteristics of the Transistor لانه زي ما انتو شايفين قيمة R Bi وقيمة Gm Bi Gm تعتمد على ICQ وهنا انا بستخدم I Capital ل DC Analysis وال I Small لل AC Analysis لازم ننتبه الترميز بالCapital Letter معناته انا بحل DC والترميز بال Small Letter معناته انا بحل AC برسم دائرة الكوفيلان Circuit وبعد هيك بحاول اني احسب اوجد العلاقة بين V Output وال V Input بكتب قيمة V Output كقيمة بوجد المجاهين اللي فيها بلاقي انه في عندي علاقة مشتركة بين V Bi بوجد V Bi بدلالة Input Voltage حتى اني اقدر اقسم طرفي المعادلة على VS والليه تمثل هون Input Voltage ومن ثم بكمل تحليل الدائرة اللي انا شغال عليها بعد هيك نيجي لمعلومة المعلومة هاي اللي هي Hyper equivalent circuit including the early effect هون بس بحب اني اوضح معلومة بتذكروا لما رسمنا لترانسفير characteristics of the transistor وجدنا انه لترانسفير characteristics of the transistor يتكون من وعندي هون اللي هي تيارات ال i base وقلنا انه هذول تيارات ال i base بنهاية المطاف ال i collector رح يساوي عندي قيمة vcc ناقض قيمة vc على r e تيار ال i base عفوني قيمة r thivlin رح تساوي اللي هي عندي r thivlin رح تساوي قيمة اللي هو vbb او قيمة vthivlin ناقص قيمة vbe على r thivlin زائد beta plus 1 r emiter بعدين حكينا انه قيمة r thivlin بالمقارنة مع beta plus 1 r emiter قليلة اذا يتبقى عندي beta plus 1 r emiter بعدين شفنا انه احنا ال i collector تساوي beta i base اذا i base حولنا اللي هو سأصبح عندي قيمة vthivlin ناقص قيمة vbe على r emiter فشفنا انه انا حتى يكون عندي الدائرة هاي اللي كنت انا بسميها voltage divider او اللي هي piast stable حتى يكون في عندي الكتيار اللي كل اكتر more stable لازم اع انكلود اللي هي early voltage اذا the voltage va اللي هي early voltage is positive quantity called early voltage typical value of va are in the range من 50 الى 300 اذا هي قيمة كبيرة جدا بالمقارنة مع قيم دواء للامبليفير لانه الامبليفير زي ما منعرف انه فولتياته بين ال5 وال15 بينما هون انت قاعد بتتكلم عن 300 فولت طبعا ال300 فولت هذا يعني انه انا لو مررت خط مستقيم ووجدت انه تطابق مع الكير فهض سيركت للترانزوستور واللي كانت عبارة عن R و GMV صار في عندي مقاومة جديدة اسمها R Output واللي هي عبارة عن VA على ICQ VA هو Airly Voltage وال ICQ هو DC Current DC Collector Current بتم حسابها وتوصل على التوالزي مع Current Source طبعا شو السبب السبب انه لما بدأ حسب قيمة V Output هي عبارة عن GMV ضرب RO حتى تنطين قيمة V Output لكن في 90% من الحالات قيمة Airly Voltage قلنا كبيرة جدا وتقول الى Infinity بالمقارنة مع قيمة V CE فهنا سيصير عندي Infinity على أي مقدار سينطين Infinity و Infinity في عالم الدوار الكهربائية يعني Open Circuit إذن هذا الشكل هو عبارة عن Small Signal Model of Pibular Junction Transistor Including Output Resistance Due to the Early Voltage نشوف الآن لما ندخل Early Voltage عندنا في الدائرة شو اللي رح يصير مع نا و كيف رح تشتغل الدائرة اللي احنا بنحكي عنها طبعا بالحال هاي رح نطلع ونشوف اللي هي الآن إذا استخدمنا Transistor من النوع PMP Transistor إذا استخدمنا Transistor من النوع PMP Transistor شو اللي رح يصير معنا كالتالي إنه هون أنا عندي VCC وعندي RC هذا Transistor التيار الامتر داخل إذن معناته من النوع PMP إذن Polarity للVPP هنا عكست وهذه قيمة VS أول خطوة أنا بدي أرسم AC Covalent Circuit معناته بدي أعمل DC Voltage اللي هي Zeros معناته Short Circuit With Ground إذن رح تصير عندي هذا الشكل بعد هيك بدي أرسم l-Equivalent Circuit لنفس التransistor لنفس التransistor واللي كانت مكونة من مقاومة على طرفي ال-Input مقدارها R-Pi Dependent Current Source على Output مقداره GM V-Pi ومقاومة In Parallel اسمها اللي هي R Output طبعاً هنا رح أجي أشوف شو اللي رح يصير معاي في الحال هاي اللي رح يصير معاي كالتالي إنه أنا رح أخذ هاي القطعة وأضيف عليها ال-R-Pi ال-R-Pi وال-V-S وال-R-C حتى إنه أنا هاي الدائرة هي الإكوفيلان سيركت فقط للترانزيستور أما البقية الباقية لازم أضيفهم على الدائرة فبعجي برسم هاي الإكوفيلان سيركت للترانزيستور R-By GMV By R-O على الطرف ال-B-S بربط R-B و-V-S وعلى طرف الكولكتور بربط R-C الآن الشكل الجديد هذا اللي صار معاي هون هو عبارة عن Small Signal Equivalent Circuit of the Common Emitter Circuit with PNP Transistor نيجي نشوف هاي نحسب لها AV واللي هو عبارة عن V-Output على V-S هون ال-V-Output أصبح في عندي Two Resistance إما إني بعمل GMV By Current Division between RO وال RS فبصير في عندي ال-Is أو اللي هون خلننسميه التيار اللي رح يمر بال-R كل أكتر هو عبارة عن GMV By مضروب بال-R-O مقسوم على RO زائد ال-R-E مضروب بال-R-C أو إني بريح حالي بما إنه ال-R-O وال-R-C بوجد ال-Equivalent إليهم وبضروبها بال-GMV باي لأنه بعرف إنه في حالة ال-Parallel الفولتي الثابته فمعناته رح يطلع معي V-Output هو عبارة عن طبعا هون ما في إشارة سالب لأنه التيار Clockwise إذن GMV باي مضروبة في ال-R-O مع ال-R-C بظل إني أجي أشوف اللي هي بالنسبة لل-P-Type ال-P-N-P إنه التيار رح ينعكس بالمقارنة مع ال-N-P-N وأيضا ال-Polarities على طرفي ال-V-By رح تنعكس لأنه إحنا شايفين إنه هنا ال-V-B-B الموجب جائني من هون والطرف السالب على اللي هو ال-Base إذن الموجب على الإيميتر والسالب على ال-Base إذن رح أوجد قيمة ال-V-By ومن هنا رح ألاحظ إنه ناقص ال-V-By لأنها العكسة تساوي ال-V-S مضروبة بال-R-By على ال-R-By زائد ال-R-B أنا معادلتي فيها ال-V-By بعناها الإشارة بتنتقل لهون فبيصبح ال-A-V تساوي ناقص GM R-By على R-By زائد R-B مضروبة في ال-R-O بارالل مع ال-R-C هيك بكون أوجدت قيمة اللي هي ال-Voltage Gain طبعا المثال هذا إن شاء الله رح نحله بالمحاضرة القادمة